نرحب بحضراتكم مرة ثانية خلينا دلوقتي نروح معاكم لمبادرة مهمة جدا مبادرة انت الحياة بالأخضر اللي استمرت على مدار أسبوع ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة شاركت فيها الكاتبة الكبيرة الأستاذة سماح أبو بكر عزت والحياة التقط بأطفال سعيد مصر وتحديدا في محافظة المينيا اتكلمت معاهم عن ازاي يقدروا يحافظوا على قريتهم ازاي يخلوا قريتهم من القرى الخضراء الحياة فعليات وجوالات مهمة جدا الأطفال أجرتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت خلينا نقرف منها أكتر ونعرف تفاصيل أكتر من الكاتبة طبعا سماح أبو بكر عزت نورانا في سباح الخير يا مصر سباح الخير يا حضرتك نورانا سباح نور جميلة سباح نور محمد سباح الخير يا مصر وسعيد النهاردة أننا معاكم احنا أسعد يعني أنا متأكدة ان حضرتك خلال جولتك مع أطفال ملوي أنا متأكدة ان كان لكي مرحوظات كتير جدا خدت بالك منها شفتي الأطفال إزاي دلوقتي بيفكروا إيه اللي حصل جديد حابين نعرف من حضرتك بقى ملحوظاتك أنا دايما بقول أنه أنا بكتب للأطفال بس أنا هذا في الأكبر أنه قابل الأطفال فالحقيقة أنا رجعة طيرة من السعادة حقيقي يعني أنا عادت على مدى يومين في ملوي في المينيا في قرية معصارة ملوي شفت عدد مهول من الأطفال الأطفال هناك أولا عندها وعي كبير جدا عندها حماس أنها تقدر تعمل حاجة فهمة عارفة لما تكلمت معاهم قلت لهم عملت إيه حياة كريمة فبدأوا يقولوا لي أطفال حضرتك لما طفل يقولك دخلت لنا غاز طبيعي عملت لنا صرف سحي دفعت مصاري في المدرسة جابت لنا شرط وأدوات بحماس شديد الأطفال وعين يعني أكيد تاني وبعدين يعني إيه ثقافة خضراء يعني إيه البلد بتاعتنا تبقى أنت الحياة بالأخضر يعني إيه بالأخضر فبدأنا نتكلم لقيت أنه عارفين أنه لا الأفضل ما نستخدمش أكياس بلاستيك طب نعمل إيه ماما ممكن يبقى عندها قطعة من القماش تعملها شانطة وإحنا نرسم عليها أو نكتب اسمنا دي هتعيش معنا أكتر ودي هتبقى صحية أكتر للبيئة يعني إيه بيئة نظيفة كل الكلام ده الأطفال وعية وعرفية عندها شغف كبير جدا أنها تسمع وأنها تتكلم وأنها تحلم وبعدين أنا كنت الحقيقة سعيدة أنه مبادرة حياة كريمة شرفتني أن أنا سفيرة حاليا لحياة كريمة وشرفتني أنه أنا كتبت قصة خصيصا للمبادرة اسمع حلم فارس مع حياة كريمة بطل القصة مع حياة كريمة هي دي كانت القصة الأولى حياة كريمة فاستكملنا بقى في الجزء التاني هذه القصة هي إنتاج مؤسسة حياة كريمة بتحكي عن فارس قاعد في قرية اسمها فارس هو من زويل كدرات ولكن وده كمان تكلمنا معهم على الأطفال أنه إحنا اشتغلنا في اليوم العالمي اللي المعاقناك يوم 3 ديسمبر فاتكلمنا نتعامل معهم إزاي وهل اللي ربنا يعني فيه جزء من جسده مش بيعمل بنفس الكفاءة للأصحاء بس عنده عقل بيفكر بس عنده قلبي بيحب وعنده إحساس أنه يحلم طبعا وخيال فكل ده تكلمنا وشوفنا فارس ده عمل إيه القرية عشان تبقى قرية خضراء وازاي حياة كريمة حققت له الحلم كل ده الأطفال تفعلت وكانت سعيدة ومبسوطة وكل المشاريع اللي بتعملها حياة كريمة هم اللي هيستكملوا البنى فيها مع الوقت بمجهودهم هم اللي هيشتغلوا فيها كمان فده كان الحقيقة بالنسبة لي أنا كانت تجربة ممتعة ورجع في منتهى السعادة إنه شفت أطفال بلدي إزاي عندهم وعي إزاي عندهم حماس إزاي عندهم حلم إزاي فهمين اللي بيحصل النهاردة على الأرض ما حدش يقدر يأثر عليهم ما حدش يقدر يزرع فيهم مفاهيم مش مصبوطة لأ هم محصنين كويس قوي وعارفين دورهم وعارفين إيه اللي بيحصل يوم عن يوم في قريتهم ده عظيم جدا سمع حدثت كنت بتتواصلي مع الأطفال في مدرسة مثلا ولا كان في حمارة طرق الأبواب وكذا لأ إحنا الأول اشتغلنا في خيمة يعني حياة كريمة كانت أكثر من فعلية موجودة وأكثر من هيئة بتشارك فاشتغلت في المصرح مصرح أنت الحياة اشتغلت في مكتبة حياة كريمة عاملة مكتبة للأولاد اسمها كتابك اشتغلت في المكتبة اللي فيها الكتب واتكلمنا عن أهمية الكراءة وإزاي إنه إحنا ممكن يبقى لنا ألف صديق لو إحنا بنقرأ كل كتاب هو صديق بنرجع الوقت اللزوم بيحكي لنا مش بيحكي عننا إيه الفرق ما بين الأصدقاء الحقيقيين والكتب والصديق الحقيقي مهم بس الكتاب برضو مهم ناخد منه النصيحة كمان بالزبط والتجربة يعني اشتغلت في أكتر من مكان كل مكان منهم كان له خصوصية وكل مكان منهم كنت بلغي الأطفال اللي اشتغلت معهم جايين تاني يوم مبسوطين وجايين بحمس شديد مستنين من الساعة 8 الصبح إن احنا نشتغل معهم حضركت كلمتي عن أن الأطفال عندهم وعي يعني مختلف حتى أعمارهم عندهم وعيين لللي بيحصل صحيح شايفة إن الوعي ده اتبنى إزاي اتبنى من خلال أسرهم يعني أهليهم هما اللي كانوا بيحكلهم ولا من خلال مشاهدتهم الحية للي بيحصل في قراءهم يعني هما شايفين دلوقتي احنا غيرنا من رحنا من بيت لبيت كنا عادين في مكان مثلا رحنا عادنا في مكان أحسن مدرستي لا اتطورت بقت أحسن وهكذا الوعي ده جلهم منين من الاتنين يا جمانة الأطفال على فكرة يعني دايما بقول أطفال إحنا ما بناخدش بالنا إن أي كلام بنقوله قدامهم هما بيحفظوه طبعا زي قطعة السفنجل اللي بتمص فشايفين الأهل بيتكلمه إزاي شايفين فرحتهم بأنه بقى في بيت جديد بقى في مرافق جديدة في البلد بقى في غاز طبيعي دخل بقى في صرف صحي بقى في وعي بأن في حاجات كتير في البلد اتغيرت بيشوفوا ده بانيهم وبيسمعوا ده من أهلهم فبيتأثروا وبيلقوا المرضود ده على حياتهم هما شخصيا كمان فبيحسوا بالاهتمام الأطفال دايما عايزة اللي يسمعها عايزة اللي دي فرصة تتكلم فأنا بسمع أكتر ما تكلم وبسألهم إنت رأيكم إيه إنتوا شايفين إيه احكوا لي عملت إيه حياة كريمة عندكم أنا أول مرة جيلكم فمش عارفة إيه اللي حصل فحكوا لي بقى عشان أنا مش عارفة أنا عايزة أسمع منكم إنتوا فبدأوا بحماس يرفعوا ديهم لأ عملت كذا لأ أنت نسيت تقول كذا لأ ما جابت لنا شنط المدرسة لأ ما هي عملت لنا سقفل فالحماس ده أنا كنت سعيدة وأنا بسمع ده أنا خدت منهم هما المعلومة مش أنا قلت لهم عملت لكم كذا وكذا وكذا لأ دي مش الطريقة الصحة اللي تخلي الطفل يحس بالاهتمام حسن حريكي بتاخد منه هو المعلومة فيبقى بيقولها بحماس وبفرح وعنده استعداد بقى أن يحافظ على اللي قاله ده تمام حاضر قلتين أنك بتكتبي لأدب الطفل من فترة بس كان نفسك تنزلي وتشوف الأبصال وتتكلمي معاهم بحقيق هل الكتابة لأدب الطفل بتحتاج أن ننزل بالفعل إلى الأرض الواقع عشان ده ينعكس على كتابتنا حقيق لأن حريك ده المطلق بتاعي فلازم أعرف هو بفقر إزاي لازم أعرف إيه مشاكله لازم أعرف لو أنا هكتب قصة إزاي أوصله إزاي أثر فيه لكن لو أنا قاعدة بكتب ومعنديش أي تواصل مع الأطفال ممكن اللي بكتبه ده مش هيوصلهم فأنا من يعني من جوالاتي الكتير اللي بعملها من لقاءاتي مع الأطفال بحربي يفكروا إزاي إيه الطريقة المسلى اللي أقدر أن أنا أوصله معلومة الطريقة المسلى اللي خليهم يبقى متحمسين إنه هم يعملوا حاجة فاتفقنا إنه هم بيزرعوا هنزرع إيه أهمية اللون الأخضر ونزرع إيه والشجر ده بيعمل إيه فعش أطلقنا مبادرة جزور إن شاء الله هتبقى مع طلبة المدارس هتشرف إن أنا قابل بقى طلبة مدارس كلهم جزور دي نشر الثقافة الخضراء لأن ده اللي إحنا ياولاد إحنا في 20-30 جمهورية جديدة اللي بتشوفها مكتوبة فوق كده شفتوها قلقاشوا في ناها دولهم يعني إيه يعني فيه 17 هدف اللي هم أهداف التنمية المستدام إيه هم إن إحنا نحافظ على البيئة نحافظ على المية ما نستهلكش الوقود يعني مثلا لو إحنا رحيين مشوار طب نركب عربية أو نركب وسيلة مواصلات ولا نمشي لا نمشي مش المشي ده رياضة وبيحسن الجسم وبيخلي عندنا زهننا صافي في الوقت نفسه بنوفر الوقود فالبيئة تبقى نظيفة واحدة واحدة فلقيت إنه حتى الأهداف اللي هي ممكن حد يشوفها الإسم تقيل شوية لا هم فهمينها بس لما حضرتك تقربها لهم بقى صحيح بحاجة بسيطة جدا جدا مش لازم يكون عارف المصطلح أو الإسم لا 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 خالص سلوكياته وتصرفاته ده المهمة يعني بسيط فوقت إيه ده الله إيه ده عندكم الإضاءة عندكم مختلفة قالوا أيوة ما هديه له مدر موفرة فهمين فهمين أيوة طب دي أحسن ولا تنلقى دي أحسن عشان بتغفر في الطاقة وبتعيش فشوفي لما تلاقيهم حتى الحاجات البسيطة اللي هي زي ما قال محمد يعني مصطلحاتها ممكن تبدو صعبة بس هم فهمينه وده الأهم صحيح مش مهم المصطلحات المهمة ووعيين لمعنى كلمة وحنا عايزين نوصل إيه فكرة عندنا جيل أصلا وتفهم فكرة يعني إيه بيئة نظيفة وإزاي حافظ عربية وده في حد زيته مهم جدا لأنه هو لما يكبر هيبقى بيتعامل بتلقائية يعني هو ده السلوك اللي موجود صحيح طيب حضرتك ليك الحقيقة جوالات عديدة مع أطفال مختلف المحافظات حتى قاهرة الجيزة إسكندرية وما إلا ذلك لكن لو نتكلم على أطفال الصعيد تحديدا للأسر يعني الصعيد كان يعني خلينا نقول منسي لفترة مش قليلة ورجع الاهتمام بيه بشكل كبير جدا حقيق بقى له سنين صحيح الأطفال دلوقتي يا فنة بحددتك شايفة إنه فيه فجوة إن كان في التفكير أو في الوعي بين أطفال الصعيد أو أطفال المحافظات وبين الأطفال الموجودين في المحافظات إن كان القاهرة أو الإسكندرية محافظات الكبرى ولا شايفة إنه دلوقتي حصل خلاص تقارب أنا شايفة أنه حصل تقارب بل على أقول لحضرتك إنه أطفال بقى الصعيد والمناطق البعيدة دي عندهم الشغف أكبر لأن وسائل التواصل الاجتماعي مش مؤثر عليهم بالقدر زي أطفال القاهرة أو إسكندرية والمحافظات اللي هي طموهنة طبعا يعني أعزي أقول حالك أنا من دواعي سروري الحقيقة إنه كل الأولاد اللي كانوا معايا ما فيش حد فيهم ماسك موبايل خالص نهائي نهائي عندهم أنشطة الحية موجودة أكتر بشكل أكبر عنهم بس هم لسه ما وصلهمش من جزء كبير من اهتماماتهم بزبط مش مؤثر عليهم التأثير اللي هو الكل اللي واخد وقتهم وحياتهم وكل حاجة من خلال الموبايل لا فحتى تكلمنا إحنا لما بنشوف صحابنا كده ونقابلهم ونكلمهم وجهة لوجهة ونشوفهم أحسر ولا نكلمهم من وراء شاشة دي رؤية مهمة جدا أنه أعادة بتبقى في المحافظات كبان فكرة أن الأولاد العاموا مع بعض في الشارع وفي المدرسة والأهالي مع بعض بتكون أكتر بالضبط بالضبط فده بيخلق نوع من الصداقة الحلوة بنشوف بنبص البعض بنضحك بنشوف الصورة بنشوف صورتنا في عيون اللي قدامنا ده مهمة قوي صحيح فأنا حسيت أنه هما الوعي عندهم الحقيقة كبير قوي الحلم كبير قوي كمان الشغف كبير قوي التطلعات طب إحنا هنعمل إيه بكرة أنا عايزة دكتور وأنا عايزة بقى معلم وأنا عايزة بقى مهندس المنشآت اللي بتعامل في البلد دي أنتوا اللي حتش طالوا فيها أولاد يعني أنا رجلت لكوا تاني حلاقي بقى محمد الدكتور وهلاقي جمانة المهندسة وحلاقي يعني أحلامهم دي بقوا مبسوطين بيها صحيح طيب أستاذ سماحي الكتابة لأدب الطفل عشان أنا بصراحة مهتم جدا بالملف ده هل اتغيرت عبر الزم لأن الأجيال نفسها بتتغير فبالتالي اللي كان بيتكتب دينا وإحنا صغيرين ما ينفعش الوقت يكون مؤثر بالنسبة لأطفال الجيل ده ده حقيقي النهار ده لازم اللي بيكتب للطفل يبقى واعي بمشاكل الأطفال وبالحاجات اللي ممكن تكون بتحيط به هو عايز يغيرها فمن قصص ممكن تبقى عن البتزاز الإلكتروني مثلا أنا ليه شغل ليه قصة عنه ارتباط الأطفال الشديد بوسائل التواصل الاجتماعي كل الحاجات اللي ممكن نشوف إنها دلوقتي مهم إنه نوصلها للأطفال في الوضع الحالي وفي الظروف الأطفال العيشاء إزاي نتقبل الآخر إزاي نتعامل مع الآخر إزاي نبقى عندنا تسامح كل المفاهيم دي دلوقتي اللي هي احنا بننادي بيها لازم تبقى في قصص الأطفال بس المهم إزاي هتتقدم عشان توصلهم طبعا فطبعا اللي بيكتب النهار ده لا مطلوب منه يا فندم المهارات المفروضة تكون عنده المهارات إنه أولا زي ما بقول حريك إنه لازم يبقى على اتصال بالأطفال يعرف بيفكروا إزاي يعرف إيه المشاكل فعلا اللي ممكن تكون بتؤرقهم يعرف إزاي يقدر إنه يكتب قصة وصلهم تؤثر فيهم تخليهم يبقوا على طول القصص دي مش حاجة بيقروها وينسوها لا تعلم فيهم حاجة يعني أقول حريك أنا كنت في دير مواس من أسبوعين ثلاثة مع المجلس القومي للمرأة في مشروع منهضة الهجرة غير الشرعية وأنا هي سعيدة جدا إنه كمان مجلس القومي للمرأة اللي معني بالمرأة بدأ يتوجه كمان للأطفال فاشتغلت معاهم وحكت لهم قصة أنا عاملاها عن الانتماء وعن الهجرة غير الشرعية بس بشكل بسيط عن حبة أمح عايزة تسيب الحقل اللي هي عايشة فيه وتروح على فيزة القطار عشان هي زهت من الأرض نشوف حصل لها إيه بقى طبعا فده حمسهم لأنه يعني لا عايزين نعرف إيه اللي حصل فلما حكينا القصة في آخر اللقاء لقيت الأطفال بيقولوا لا دي بلدنا وحنا لازم نقعد فيها حتى لو سفرنا وتعلمنا واشتغلنا لا لازم نرجع هنا تاني هي طريقة التناول زي ما حضرتك قلت أخيرا وسريعا جدا لأسف وقتنا بيخلص شكرا حابة أعرف من حضرتك سريعا من وجهة نظرك شايفة إيه المشاكل اللي بتقرق الأطفال دلوقتي أو اللي بتواجه الأطفال دلوقتي الأطفال دايما محتاجة إنها تاخد فرصة إنها تتكلم إنها تعبر عن نفسها المشاكل أو المشكلة الأساسية في الأطفال سواء بقى على مختلف الأصعيدة سواء في المدينة في الكرة إنه الأهلي مش مندينهم وقت يسمعوه أنا دايما بقول في فرق ما بين الرعاية والتربية الرعاية أنه أوفر لابني المدرسة الكويسة الأكل الكويس اللبس الكويس لكن التربية أنا أتكلم معاه أععد أعرف مشاكله عمل إيه النهاردة إيه اللي مدايقه لما الطفل مش بيلاقي ده بينغالق على نفسه ومع الوقت بيتلاقيه بقى كتوم وممكن يبقى عدواني فأهم حاجة نتكلم مع الأطفال نديهم فرصة يعبروا على رأيهم ونحاول نقناعهم لو فيه تصرف عايزين نوصلوا ليهم أو معنا مش بالإكبار أبدا صحيح فكرة كمان دلوقتي يعني يا أستاذ سماح أنه زمان حتى لما كان الأهل كانوا دايما مجهورين بفكرة الرعاية زي ما حضرتك قلت ومش التربية كان الطفل ما كانش عنده خيارات كتير كان في الآخر حتى لو دخل قوضة شوية هيطلعوا ببرا يعني خلاص يبقى فيه تفاعل برده بس دلوقتي لا فيه عنده حاجات كتير جدا يقدر ينزاوي بيها بعيدا عن الأسرة تماما صحيح فده مجمي جدا حقيقي طبنا نحن بنشكر حضرتك شكرا جزيلا ونشكرا على منهود حضرتك طبعا اللي بتقومي دي لتوعية الأطفال في مصر ده واجبي وده رسالتي وده هدفي وده حلمي إن أنا قابل كل طفل على أرض مصر ربنا يقدرني وبشكر مؤسسة حياة كريمة الحقيقة على يعني التشريف ده وبشكر كمان مجزد قومي المرأة برضو على دوره مع الأطفال حقيقة أنا سعيدة إن دولة حاليا الكهدس السياسية مهتمة اهتمام كبير جدا بالأطفال إن بناء الإنسان هو يعني هدف من أهداف الجمهورية الجديدة شكرا جزيلا لك فندم الكاتبة الأستاذ السماح أبو بكر عزت شكرا جزيلا شكرا